السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أحبتي اليوم إن شاء الله مع بعض درس من نجوم طيب في بداية درسنا بناخذ مراجعة على درسنا الماضي في الصورة عندنا الشمس والأرض وعندنا هنا ماذا تزين القمر ما العلاقة بينهم أحسنتم القمر يدور حول الأرض طيب إذا دار القمر حول الأرض ماذا ينتج أحسنتم ينتج لنا أطوار أشكال نشوفها مختلفة للقمر في بداية الشهر نشوف القمر هلال يوم أربعة ويوم خمسة ويوم ثلاثة من التاريخ الهجري بعدين نشوفه الشكل أكبر منه يكبر الجزء المضاء يزداد في نشوف نسميه التربيع الأول بعدين نشوف جزء منه أكثر أكبر نقول للأحدب الأول وبعد أسبوعين يعني يوم أربعة ويوم خمسة ويوم ستة من التاريخ الهجري نشوف القمر كامل نقوله نقوله بدر ممتازين طيب ليه السؤال ليه القمر ليه أشكال مختلفة أحسنتم لأنه يدور حول الأرض فنقول القمر يدور حول الأرض طيب المسار الخاص اللي يتحرك فيه القمر حول الأرض ماذا نسميه تزيد نسميه هذا المسار مدار القمر نقوله الطريق اللي يتحرك فيه القمر حول الأرض نسميه مدار طيب نسأل سؤال كم يستغرق دوران القمر حول الأرض القمر عشان يدور من هالمكان ويأخذ لفة كاملة دورة كاملة على الأرض ويرجع إلى هنا كم يستغرق فترة زمنية ممتازين شهر تقريبا احنا نشوف الهلال مرة في الشهر هلال أول الشهر ونشوفه بعد تقريبا تقريبا ثلاثين يوم يعني بعد شهر كامل طيب نجي نشوف مع بعض أسباب السبب ليه القمر يحدث له أطوار وأشكال مختلفة قلنا لأن الجزء أو لأن الشمس تسقط أشعتها على الأرض وعلى القمر القمر ماذا يفعل بالضوء الشمس تسقط يعكس ضوء الشمس فنستطيع أن نراه نقدر نشوف في وقتها القمر ولأن القمر يدور حول الأرض يتغير يتغير مكان القمر كل شوي كل يوم يتغير في مكانه مع الأرض والشمس وبالتالي نشوف جزء أكثر نشوف مساحة من القمر أكبر ويقعد يدور حول الأرض إلى أن يختفي في نهاية الشهر إذا دار حول الأرض يظهر لنا أشكال مختلفة نسميه هلال أول الشهر أو نسميه التربيع الأول أو نسميه بدر أو نسميه تربيع أخير ويكون عندنا أيضا هلال آخر الشهر إذن هذه الأطوار أطوار القمر يعني أشكال القمر اللي نشوفها في السماء مختلفة طيب درسنا اليوم بيكون بهالصفحة بنتكلم عن النجوم بنتعرف ما هي النجوم وبنشوف المجموعات أو أشكال النجوم إذا سارت مع بعض وبنحل إن شاء الله التمارين طيب نأخذ الصورة الأولى أنا بالصورة هذه ماذا أشاهد تزين نجوم تملأ السماء نجوم في السماء طيب ليش قلنا لها نجم أحسنتم لأنها تصدر ضوء من نفسها تطلع ضوء من نفسها مثل عندنا الشمس بس الشمس ضوءها قوي لأنها قريبة مننا لكن نجوم هذه بعيدة جدا طيب هل إضاءتها متشابهة أو وحدة أو متختلف نوم تزين إضاءتها عندنا تختلف بعضها لها إضاءة قوية وبعضها إضاءتها ضعيفة طيب لماذا أحسنتم لأن بعضها حجمها كبير وبعضها حجمها صغير طيب سبب ثاني أحسنتم لأن بعضها قريب وبعضها ممكن يكون كبير بس بعيد جدا زي الآن إذا جئنا نشوف شاحنة شاحنة أكبر من السيارة الصغيرة لكن لو كانت الشاحنة بعيدة نشوف كيف حجمها نشوف حجمها صغير في نفس الشي عندنا نجوم كبيرة لكنها بعيدة طيب إذا نسأل سؤال نسأل سؤال يقول اللي نشوفه هذا أجسام مضيئة بالسماء ماذا تسمى هذه الأجسام المضيئة هذه الأجسام اللي أضاءت الآن السماء ماذا نسميها تزين نسميها نجوم طيب ما هو النجم لما نقول النجم ماذا نعني أحسنتم يعني جسم خلاص يضيء في السماء جسم كروي يضيء في السماء يصدر منه ضوء يطلع ضوء وحرارة أقرب النجوم لنا للأرض للكرة الأرضية اللي هو الشمس إحنا أقرب نجم لنا لذلك تأثيره علينا قوي يصير عندنا نهار وإذا لفت الكرة أو دارت الكرة حول نفسها وصيرنا في الجهة الأخرى اللي معاكسة للشمس يصير عندنا ليل عشان كذا إحنا بالليل نشوف النجوم الأخرى لكنها ما هي قريبة مثل الشمس الشمس أقرب شي لنا النجوم الثانية بعيدة نجي نشوف مع بعض الصورة التالية هذه وش الصورة أحسنتم هذا كوكب الأرض أخذناه في دروس ماضية طيب كوكب الأرض الآن هل هو من نفسه يصدر ضوء ممتازين ما يصدر ضوء هو يستمد الضوء يعني ياخذ الضوء من الشمس إحنا بالنهار ليش يعني لو أن الكوكب كوكب الأرض لو أنه يطلع ضوء كان ما عندنا ليل لكنه الكوكب ما يضي ما يطلع ضوء ما يصدر ضوء إذن الضوء اللي يجيه من وين تزيه من الشمس من أشعة الشمس في الجهة هذه اللي تقابل الشمس يكون عندهم نهار والجهة الأخرى يكون عندهم ليل نسأل سؤال شو يقول السؤال ما التشابه بين الجسمين بين الكوكب وبين النجم ممتازين التشابه بينهم كلهم إيش أجسام كروية فعندنا الأرض جسم كروي والشمس أيضا جسم كروي هذا تشابه لو قلنا اختلاف ممكن نقول حجم الشمس أكبر من حجم الأرض طيب نسأل سؤال الثاني يقول ما الفرق بين الجسمين وشي الفرق بين كوكب الأرض وبين نجم الشمس تزيد الكوكب لا يشع منه ضوء يعني ما يطلع منه ضوء ما يصدر منه ضوء ما يخرج منه ضوء لكن الشمس جسم فيه انفجارات كثيرة فيخرج منه ضوء وحرارة جسم يشع منه ضوء وحرارة إذن هذا فرق بين كوكب الأرض أو الكوكب وبين النجم اللي هو الشمس عندنا طيب نسأل سؤال يقول ماذا نسمي كل واحد منهما وش نسمي هذا تزيد نسميه كوكب لأنه ما يشع ضوء من نفسه يعكس ضوء الشمس أما هذا الجزء أو هذه الصورة نسميها نجم فالشمس نجم اللي بالليل نشوفها في السماء هذه نجوم القمر القمر يشبه الأرض في ماذا تزين في أنه كروي الشكل ويعكس ضوء الشمس يعني الضوء اللي نشوفه في القمر ما هو يضيء من نفسه هو يعكس ضوء الشمس يعني ضوء الشمس إذا سقط عليه إحنا نشوفه طيب نشي نشوف مع بعض نقول اشتعري في النجم وش ممكن نوصف النجم أحسنتم عبارة عن جسم موجود في الفضاء يتكون من غازات ساخنة ومتواحجة ويصدر منه ضوء وحرارة يطلع منه ضوء وحرارة ويمدنا فيها طيب تعالوا نشوف مع بعض هذا الشكل وش نشوف بالصورة تازين نشوف عندنا نجوم هذه أشكال نجوم مختلفة طيب تختلف في ماذا أحسنتم تختلف في إضاءتها تختلف في شدة الإضاءة بعضهم إضاءتها شديدة وبعضها إضاءتها ضعيفة وأيضا تختلف في ماذا في أحجامها في أحجام منها كبيرة في أحجام منها صغيرة طيب تتشابه في ماذا أحسنتم أنها كلها تصدر كلها يخرج منها ضوء وحرارة ساخنة متوهجة وكلهم أيضا كروية الشكل تعالوا نشوف الأسئلة عندنا عندنا هنا يقول هذه عبارة عن نجوم يقول ما وجه التشابه بين هذه النجوم أحسنتم جميعها مضيئة جميعها يصدر منها ضوء ويصدر منها حرارة لأن داخلها انفجارات كثيرة فينبعث منها يخرج منها غازات ويخرج منها ضوء ويخرج منها حرارة مثل البركان عندنا البركان لو ينفجر وشي يطلع تزيني طلع اللابة اللهيب طيب نشوف الضوء يخرج معاه والحرارة الشمس عبارة عن أقوى من البراكين انفجارات كثيرة مستمرة فهي عبارة عن مصدر للضوء وللحرارة طيب نبغى نشوف أو وجه الاختلاف يقول ما وجه الاختلاف بينها بين النجوم احسنتم تختلف في شدة الإضاءة في أول صورة أخذناها شفنا بعض النجوم في السماء لمعانها قوي وبعض النجوم لمعانها ضعيف تختلف في شدة إضاءتها بعضها إضاءتها قوية وبعضها إضاءتها ضعيفة أيضا تختلف في أحجامها في نجوم كبيرة في نجوم متوسطة في نجوم أحجامها صغيرة طيب نجي نشوف مع بعض الصورة التالية الصورة التالية وش يتمثل تزين بعض الأحيان إذا طلعنا بالبر وقعدنا نشوف النجوم نقدر نرسم رسما نوصلها بين النجوم وتطلع لنا بأشكال يعني أقربها لكم الآن بعض الأحيان نشوف بالسماء الغيوم نقول والله شوف الغيمة على شكل قط أو على شكل أرنب إحنا تخيلناه كده كأننا نرسم شكله في السماء نرسم شكله الغيمة نشوف شكل الغيوم نفس الكلام ينطبك على النجوم بعض الأحيان يطلع لنا أشكال إذا وصلنا النجوم هذه مع بعض كأننا نوصلها كده بالقلم يطلع لنا شكل في الشكل اللي عندي هنا مثل إيش بتزيني يوم وصلنا النجوم هذه مع بعض في السماء كأننا صياد خلاص مجموعة النجوم هذه مع بعض يوم وصلناها كأننا صياد كأننا هذا القوس وهذا يده وهذا جسمه ورجوله وهذا راسه فهو كأننا بصيد في سمون مجموعة النجوم هذه اللي توصلت مع بعض مجموعة الصياد مجموعة الصياد طبعا يستفيدون منها المزارعين يا بابا كيف يستفيدون منها يعرفون إذا طلعت هذه وش يزرعون وكيف بتكون الأجواء نسمع إحنا دائما آباءنا يتكلمون دخلت المربعانية راح الشبت كيف يعرفونه بعضهم يعرفه من خلال النجوم فنقول مع بعض عندنا مجموعة من النجوم في الفضاء ممكن نشكل منها أشكال تظهر معنا بهذه الصورة عند إيصال هذه الخطوط اللي هذه بين النجوم هذه النجوم إذا وصلنا الخطوط بينهم يتكون لنا شكل لتجمع نجمي يعني مجموعة النجوم هذه يوم جمعناهم في شكل الخطوط هذه يسمى الصياد طيب هل في مجموعات أخرى غير الصياد هذه نعم ممتازين نروح نبحث عنها نكتب مجموعات نكتب مجموعات نجمية لأنه عبارة عن نجوم تجمعت ونشوف أشكال النجوم اللي عندي بالرسومات طيب أيضا نقول يمكن مشاهدة هذا التجمع النجمي الصياد في سماء المملكة في بعض الأحيان تعالوا نشوف مع بعض الصورة التالية هذا يوش يتمثل أحسنتم كوكب الأرض وعندي الشمس الشمس نعتبرها ماذا أحسنتم نعتبرها نجم لماذا اعتبرناها نجم لأن يصدر منها ضوء وحرارة فأقرب النجوم لنا اللي هو نجم الشمس إذن نسأل سؤال ما أقرب نجم للكرة الأرضية أقرب نجم لنا بشو نسميه تازين اللي هو نجم الشمس ليش سميناها نجم لأنه يطلع من نفسه ضوء وحرارة طيب نأخذ السؤال اللي عندنا يقول كيف تختلف النجوم بعضها عن بعض هل النجوم اللي في السماء كلها تتشابه أم لا فيه اختلاف أحسنتم تختلف النجوم اللي في السماء طيب فيش تختلف ها في ماذا تختلف أحسنتم تختلف هذه النجوم في شدة الإضاءة بعضها نشوف ضوءها قوي وبعضها ضوءها متوسط وبعضها ضوءها ضعيف أيضا تختلف في أحجامها بعضها حجمها كبير بعضها حجمها متوسط بعضها حجمها صغير بعضها قريبة وبعضها بعيدة طيب ما أقرب نجم لنا في الكرة الأرضية متازين اللي هو نجم الشمس طيب إذن نقول أيضا تختلف في بعدها عن الأرض نروح نشوف مع بعض قراءة النص يلا نقرأ النص مع بعض النجم جسم في الفضاء يتكون من غازات ساخنة متوهجة وهذه الغازات هي مصدر حرارة وضوء النجم والنجوم كلها مضيئة وقد يكون بعضها لامعا وأحجام النجوم وألوانها مختلفة بعض النجوم تصنع معا أشكال أشكالا مختلفة تظهر في السماء تسمى المجموعة النجمية أو المجموعات النجمية وتبدو النجوم متحركة في السماء خلال الليلة الواحدة تظهر النجوم لنا وكأنها نقاط صغيرة من الضوء وتبدو صغيرة لأنها بعيدة هناك نجم واحد قريب من الأرض هذا النجم هو الشمس الشمس نجم متوسط الحجم يعني لهو كبير ولهو صغير ويبدو لنا كبيرا لأنه قريب من الأرض نشوف مع بعض التمارين عندنا ثلاثة سئلة نحلهم مع بعض وبنأخذ فكرة النشاط نأخذ السؤال الأول ماذا يحدث بعد مضي أسبوع من الزمن على القمر في طور البدر يعني عندنا هذا طور البدر بعد أسبوع وش بيصير بيصير عندنا التربيع الأخير لأنه لأنه في الجزء لأنه باقي أسبوع بعده وينتيش الشهر فهذا الجزء البدر بعده بأسبوع يعني يوم واحد وعشرين يوم اثنين وعشرين يوم ثلاثة وعشرين يكون عندنا الجزء التربيع الأخير طيب نروح نشوف السؤال الثاني ما أقرب نجم إلى الأرض هذه الكرة الأرضية أقرب نجم لنا وش هو تازين اللي هو الشمس هو أقرب النجوم لنا فعشان كده نشوف هو أكبرها ليش لأنه قريب مرة مننا طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال رقم ثلاثة السؤال الأساسي كيف تتغير السماء ليلا تازين السماء في الليل نشوف القمر فيها بأشكال مختلفة أيضا يحل علينا الظلام لأن الأرض تكون في الجهة المعاكسة ما هي في الجهة التي تواجه الشمس في الجهة الأخرى ونستطيع من خلالها أن نرى النجوم وتتضح لنا أطوار أو أشكال القمر هذا بالنسبة للأسئلة وحل التمرين فاقي عندنا عمل العلوم والفن وش أسوي يقول أرسم تجمعا نجميا على ورقة يعني أطالع النجوم وأحاول أني أرسم شكل نجمي مجموعة من النجوم وأوصل فيما بينهم برسم عدد من النجوم وأصل بينها ثم أعطي اسم للتجمع النجمي الذي رسمته نقدر أيضا نروح من خلال محرك البحث ونكتب مجموعات نجمية وبنشاهد مجموعات مختلفة من الأشكال إذن تعرفنا في درس اليوم على ما النجوم كيف تتشابه وكيف تختلف وأقرب النجوم إلينا إلى هنا نتوقف يا أحبتي وإن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودعو في أمان الله